مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم عملت لكم وصفة حاجة جدا روعة اللي هو خبز البرجر هذا الخبز اللي بتعمله بالبيت مستحيل عد تشترونه من برع وشوفونه كيف ما شاء الله خفيف وبكلمكم على اسرار نجاحة وتكات او حاجات لازم تعملوه عشان يطلع معاكم حلو كده شوفوا كيف سوف مش مكتوم لما تضغطوا عليه يكون في بوهواء نفس اللي تشترونه من برع و احلى كمان ما شاء الله هنا فتحت لكم واحد عشان ايش تشوفونه كيف من داخل ما شاء الله مفرغ مش مكتوم وطري كده وهش يعني روعة الان بتعمله لأولادكم تعرفوا الأولاد يحبوه البرجر دايما بالبيت ما بتحتاجوش انكم تشترونه من برع بتعملونه بإذن الله بالبيت و هذي المقادر و طريقة التحضير جدا سهرة و من الاشياء المتوفرة بالبيت ما في بيش اي اشياء صعبة اول حاجة عندي اربعة كواب و نص دقيق دقيق متعدد الاستخدامات عندي ملعقتين حليب بودر و رشة ذديلية و عندي ثلاث ملاعق كبيرة من السكر ايو ثلاث ملاعق و ملعقة صغيرة ملح و ملعقة صغيرة من البكنج بودر و اكيد كمان ضرف خميرة و بقلب المواد القفة مع بعض و الان بضيف المواد السائلة هنا عندي كوب من الماء الدافي بضيف له ملعقة صغيرة من الخل تمام و بضيفه على الخليط طبعا تقدروا تعقنوا بيدكم عادي بس انا عندي لعقانة فخلاص يعني بس انتم تقدروا تعقنوا عادي باليد و كل ما صراحة انا احب عقان باليد لكن لما تكون عندي كمية كبيرة اعقان بالعقانة اذا احتاجت ماء دافي اضيف يعني شوفوا اني هنا احتاجت تقريبا اضفت كوب من الماء اضفت كمان ربع كوب من الماء الدافي اول ما التمت معايا العقينة طبعا العقينة لازم تكون طرية وتتلصق باليد كيف تعرفوا اصحاب اللي معاهم عقانة تكون العقينة كده من الاطراف يعني اطراف العقينة تكون فاضية ومن تحت تكون ملتصقة اول ما تلتم العقينة بضيف الزيت عندي كم عندي ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ملاعق كبيرة حق الاكل ممسوحة اضيف الزيت بس تلتم معايا العقينة اول ما تلتم معايا العقينة اضيف الزيت وكيف تعرفوا قلتلكم هكده يكون من الاطراف النظيفة حق العقانة ومن تحت ملتصق وليع جنوب يدهم عقينة طرية وتلتصق باليد لازم تلصق شوية باليد يعني تحتاجت ادهاني يدك زيت عشان تمسكي العقينة هنا خلاص ما شاء الله حطت بالزبدية او البولا او المطيبة اللي بعمل فيها بخليه تتخمر عملت لي رشيته من الزيت والان خلاص بضيف العقينة ما شاء الله شوفو كيف العقينة طرية وشوفو تلتلصق باليد يعني اني لازم عشان امسكي ادهاني يدي زيت لازم من نجاح العقينة اني تكون طرية ادهاني يدي زيت لكن اذا ما كنت ادهاني يدي زيت بحس انه تلتصق بيدي العقينة زي ما قلت لكم العقينة طرية وتلتصق باليد عشان ننجح معكم الوصفة لا تخلوش متماسكة وكمان كل ما عقنتوها وعطتوها ووقت بالعقين كل ما اطلع لكم عقينة كتير حلوة فانتم ايش عطوها يعني اعقنوها عقن نعم يعني اعقنوها تمام تمام عطوها قدر ممكن وانكم تعقنوا فيها لانه القلوتين يشتغل ويتناسك يعني تمام نحن نقول القلوتين يشتغل تبع العقينة كل ما عقنات خاص الان دهانته كمان بالزيت عشان ما يلتصقش الغطاء فيه وغطته وخلطته تتخمر تقريبا 20 دقيقة وهنا عندي القالب حق البرجر او خبز البرجر طبع انتم عارفين اني اشتريته من من شركة بحبح نزلت لكم فيديو كامل من فين اخدته بس انتم عادي تقدروا تعملوا بصينية عادية اني دهانته هنا زيت انتم قلبوا صينية عادية يعملوا له ورق زبدة وحطوا عادي يعني يطبخوا بتعملوا فيها بتطبخوا هنا ما شاء الله العقينة بعد 20 دقيقة شوفوا كيف التخمير صح وكل شي صح هنا حطيت رشات من الزيت لاني ببدأ اقصمه حاولوا قدر الامكان تقسموها بشكل متساوي يعني كور متساوية مش كورة كبيرة كورة صغيرة لا خلوها بقدر الامكان متساوي اني استخدمت الميزان كل كورة كان وزنة 85 جرام انتم قصموها بالنظر اني مرة تقصمها بالنظر او انكم تقوبوا اكواب القياس وتعبوها يعني تاخدوا نسكوب المقاصة النسكوب وتعبو عقينة وخرج سيكون كلهم نفس او اي زبدة معاكم تعبوها من العقين ويكون هذا قياسة يعني يتخرج لكم زل زل مطيبة كده عرفتم نفس كده والان تعالوا بقول لكم الكورة كيف يعني نجهزها لازم شو تفردوها بكف اليد وحاول اجمعها ليش اخرج الهواء اللي فيبه لانه اذا جمعتوها يعني عشوائي من غير ما تخرجوا الهواء ايش بستوي لكم لما تقولوا تطبخوها بطلع لكم زل عراديد فيبه انتفاخات ما بيكونش فيب انتفاخات وهي بالفرن بيكون يعني جهة بتنتفخ وجهة لا لانه بتكون جهة مفرغة من داخل جهة لا لازم تفردوها شوفوا كيف اني عمله يعني عراديد نحنا نكون ايش العراديد ايش يسموني باللهجات الثانية شوفوا كيف افردوها بيدي افردوها تمام بعدين الامة اقيبة من هنا ومن هنا نفس موضح لكم بالفيديو اني ما بعرفش يعني اشرح لكم كيف الطريقة بالضبط بس اني افردوها كده باليد وقمع كده وقمع القهل الثانية وكده كأنها بيقفل ايش ضرف مش عارفة كيف بعين الامة نفس كده دائري هذه الطريقة الصحية عشان تخرجوا الهواء هنا خلاص ببدأ احطه بالقالب واضغط عليها حاجة بسيطة بس مش كامل لانه هي بعدين بتتخمر وبترجع تنتفخ زياده خلاص هنا كده اروسها بالقالب طبعا اذا انتم ما عندوكم ايش هذا القالب عادي باي صينية قلتوكم اما تذهنوها زيت اما ورق زبدة ونفس كده تطبطبو عليها نفس كده نفس ما وضحت لكم بالبداية بس انه بصينية عادية وممكن في طريقة تانية اللي تعملوها بالقصدير يعني تعملوها زي اللي تعملوها بزي قوالب الكبكيك كأنها كبيرة بس تعملوها بالقصدير بس انتم عملوها بصينية عادية هنا عشان تتخمر الان المرحلة الثانية قبت ماء مغلي نفس الزبدة اللي عقنت فيه به حطت له ماء مغلي وحطيت الان عشان يتخمر على بخار الماء وهي الطريقة الصحيحة عشان التخمير اطلع لكم تمام بتشوفونه بعد التخمير كيف خطوة ضرورية الماء الساخن لانه كمان يطلع طبقة في الخبز البرجر هو اللي يخليها تحميرها حلو ويعطي له لون متساوي خلاص هنا اسخن الفرن على حرارة 250 الى 200 وخليها طبعا ادخل المعجنات او الخبز البرجر وخليها 20 دقيقة اول ما يحمر من تحت يوصل للحمرار من تحت افتح له الشوايا عشان يحمر من فوق الرف الوسط حطيته بالرف الوسط وما شاء الله باين قدامكم اول ما يخرج من الفرن لازم هذه الخطوة انكم ترشونه بماء انا عندي ماء بارد ارشه او قبوا فوطة مبللة بالماء ويعصروها وغطوه من نجاح المخبوزات وانكم تحافظوا على طراوتة وتكون طرية انكم تعملوا هذه الخطوة اول ما يطلع يتبخوه بالماء او انه فوطة معصورة وفي بماء يعني ماء وعصر التنى مندية زي ما نقول وهنا خلاص كده خمس دقائق تخلوه عشر دقائق عشان شوية يرتب هو اساسا اي فطاير او معقنات اول ما تخرج من الفرن تخرج قاسية بعدين تلقع التطرة وانتم عملوا ذا الخطوة عشان حلو يعمله بخار وتطرة وهذا من اسرار ونجاح المخبوزات طبعا كمان من اسرار ونجاح المخبوزات انه اول ما توصل تدفي شوية يعني قبل ما تبرد تدفي انكم تغطوها باي بلاستيك او كيس او اي حاجة اني بسفرة اكل بس هي دافية شوية عشان ايش عشان تقسطرية انتم بقولكم حاجة لما حيننا نروح المخابز نشتري خبز مرة نجي نحس الخبز دافي نعرف انه حق اليوم عادو الان صح لانه هم يغلفوا وهو دافي شوية ميغلفونه شوه بارد عشان ميكونش ناشف معهم او يابس فانتم وهو كده شوية دافي خلاص قدوا ببدأ برد يعني معاكم الخبز البرجر ابدأوا غطوه باي كيس اعملوا داخل كيس حطوه او سفرة اكل افضل شوية وما شاء الله الفيديو يتحدد شوفو كيف طرين وخفيف ومش معجن من داخل يعني روعة وهنا خلاص بعد ما برد تماما يعني تماما حطيتو بهذا الكيس وعادة تحتفظوا بالفريزر اه باي مكان تروح توزعونه على القيران والاهل والاصحاب زي ما تحبوه انا بقولوكم اذا وصلتوا له هنا لاتنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم طبعا اني ما كانش عندي برغر عشان اعمل بس عندي شريح كده قبنة وكان هذا اساسا فطار الصباح املتلي كده شريحة قبنة مع طماطم وخيار وكده خس كأنه برغر انه كل البرغر الكداب المهم عملنا بخبز البرغر كده وتقدر تأكله عالي مش لازم مش لازم تعملوا دقاق برغر او لحمة برغر لا كده الطعم هو لديد وفطار الصباح ممكن بيض عيون تعملوا بيضة عيون عليه روعة جدا لازم تقربوا ده الطريقة بالعافية ليو لكم زي ما قلت لكم من سنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم